معدل الراتب المطلوب انت شايف انت ممكن تاخد راتب بقد ايه مسلا? عشرين دولار في الساعة اربعين دولار خمسين دولار ستين دولار انت اللي بتتوقع او بتحدد الراتب بتاعك. اولا عندي الجزائر اهي. وادي كمان عندي مصر وادي يا شباب العراق وايران وعندي لبنان وعندي ليبيا وهنا كمان اكيد هتلاقي المغرب وادي السودان وادي سوريا وعندك كمان دولة اليمن. يبقى احنا كده عندنا الدولة العربية اللي بتقابل مشكلة في العمل. يبقى موقع متاح للجميع. خليني اقديكوا في البداية وصف بسيط عن الموضوع بتاع النهاردة والموقع اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة وايه هو وجه الاستفادة بالزبط اللي هيود عليك من الشغل بتاع النهاردة? لان النهاردة الموقع اللي احنا بنتكلم عليه هو موقع شغل موقع تقدر 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 عليه بعض الوظائف اللي اتدخل لك دخل كويس جدا جدا جدا. وحضراتكو جربتونا قبل كده لما ونعرض موقع عليه وظائف بتكون النتائج بتاعتو كويسة جدا وبنشوف النتائج بتاع حضراتكو والارباح بتاعت حضراتكو اللي بتشاركوها معنا واللي هتظهر قدامك دلوقتي. فلو انت اول مرة بتتفرج على القناة تأكد تماما ان انت في المكان الصحيح بقون الله واحده سبحانه وتعالى لتعلم الربح من الانترنت والعمل من المنزل. لكن انك تلاقي موقع بيدي لك وظائف وتأدي عليه مهمات. والمهمات دي بتكون اسعارها كويسة والارباح بتاعتها كويسة بيبقى صعب انك تلاقي حاجة زي كده. والحمد لله ربنا وفقني ولقيت موقع النهاردة. وده اللي انا شفته جوه الموقع. وهتشوفه بنفسك. بس ان شاء الله هيكون مناسب لكل الدول. ده اللي انا شفته بنفسي. فموقعنا النهاردة مناسب لكل الشباب العربي بازن الله. والموقع بيتعامل مع اكبر الشركات في العالم. وخلينا اديك مثال فيسبوك جوجل وامازون. والربح من الموقع ده بيكون في ست خطوات هتعرفهم معي. بس محتاج انك تركز عشان تمشي على كل الخطوات واحدة واحدة وتقدر تنفذ الوظيفة بتاعتك بشكل سليم عشان تقدر تحقق ارباحك بشكل اسرح. والموقع متاح فيه كل انواع الوظائف. من اول الكتابة والنسخ واللصق لحد الوظائف الاحترافية والمشاريع. يعني الموقع ده مناسب للكل. للمبتدئين وكمان للمحترفين. واسعار الوظائف في الموقع او الربح من الموقع بيوصل من واحد سنت لحد عشرين دولار في الساعة. وطبعا بيختلف حسب الوظيفة وحسب المهمة اللي انت بتقوم بها. والمميز في الموقع واللي مخليني متحمس جدا وانا بتكلم معاكم النهاردة ان الموقع ده قديم جدا. بقاله خمسة وعشرين سنة في مجال الشغل والوظائف واداء المهمات. موقع ممتاز جدا جدا. وعلشان كده انا بقدمهه لك بكل ثقة. ومتأكد ان ان شاء الله اكتر من واحد من حضراتكم هيكلمي بعد كام يوم ويقول يا ابو ملك انا اشتغلت على الموقع وبالفعل حققت ارباح وهنشاركها بازن الله مع بعض على التليجرام وعلى صفحة الفيسبوك. وطبعا عشان انت ما تتخضش وتسأل السؤال اللي اكيد انت بتسأله لنفسك دلوقتي هل ينفع اشتغل من الموبايل? اه. ينفع تشتغل من الموبايل. مش لازم كمبيوتر. ممكن من الموبايل عادي جدا جدا جدا. هكسب كام يا ابو ملك? هتكسب كام? دي بتاعتك انت. انت اللي تحدد هتكسب كام? انت هتشتغل قد ايه? وايه الوظيفة اللي انت هتشتغلها? والمهمة اللي انت هتشتغلها? كل ما كانت المهمة محتاجة وقت. كل ما كانت فلوسها اكتر. كل ما كانت الوظيفة محتاجة خطوات اكتر. كل ما كانت فلوسها اكتر. فتكسب كام? دي بتاعتك انت. وهستنى ان انت تشاركها معايا. زي ما فيه اسات زي شاركوها معنا اللي كسب تسعتاشر واللي كسب ستين واللي كسب مية بفضل الله سبحانه وتعالى من الشرحات اللي احنا بنقدمها هنا على القناة. وطبيعة العمل على الموقع برضه عشان يكون عندك فكرة انك بتساهم في تطبيقات وافكار بحسية عن الزكاء الاصطناعي. وعن تطوير الزكاء الاصطناعي. وبتشتغل في الوقت اللي انت عايزه. يعني ما فيش وقت محدد لك في الشغل. افتح الموقع وقت ما انت فاضي وابدأ نفز المهمة بتاعتك. بيكون عندك مميزات كتيرة جدا. طول ما انت بتشتغل بشكل مستمر. وطول ما خبرتك بتزيد جوه الموقع. طول ما هتلاقي في وظائف اكتر. وطول ما هتلاقي ربح اكتر. والموقع هنا لما بيجي تكلم معاك او الاضارة بتاعة الموقع وده اللي عاجبني انه بيكلم معاك كفريق عمل. مش فقط او موظف داخل يعمل مهمة عشان ياخد فلوس لا. بيكلمك وبيهتم بيك كفريق عمل. وبيقول لك احنا بندور على ناس كتير علشان يشاركوا في فرص عمل من المنزل. يعني احنا عامليني الموقع عشان نساعدكم تشاركوا في فرص عمل من المنزل. وفرص العمل دي بتتنوع ما بين مهمات او وظائف بتخلص في ساعة او اقل من ساعة او وظائف تانية وتفضل شغالة معاك بشكل مستمر. وده بقى اللي انا بقول لك عليه. ان كتون ما انت بتعمل مهمات ووظائف هتلاقي في عروض كتير بتظهر لك لانك انت شخص مجتهد وشخص عايز ينتج فهتلاقي ان اقدارة الموقع بتهتم بيك ودايما بتلاقي فيه وظائف ومهمات في الحساب بتاعك. والموقع بديك شوية تفاصيل وشوية خصائص بسيطة عن الاشخاص المؤهلين اللي عامل الوظائف دي على الموقع. مسلا واحد مهتم بالسوشيال ميديا. مهتم باللي بيحصل في السوشيال ميديا وبيعرف يتعامل مع السوشيال ميديا. ده شخص مؤهل ان هو يشتغل في الموقع ويؤدي عليه بعض الوظائف. واحد مهتم بالبحث. دايما كده تليه على محرك بحث جوجل عمال يبحث ومهتم بالصور والفيديوهات عنده مهارة البحث. ده برضو واحد من الاشخاص ان الموقع بيهتم بيهم والمهارة اللي الموقع بيهتم بيها اللي بيقدر يوفر الوظائف خاصة بيه. ومش بس كده يا شباب عشان زي ما قلت لكم ان الموقع بيهتم بيه كفريق عمل ان الموقع هنا بيدي رواتب عالية جدا جدا طول ما فيه منك اهتمام في عمل الوظائف وفي تقديم المهمات بتاعتك بكل جدية. او في عمل المهمات بتاعتك بكل جدية. يعني الموقع لو شافك بتنتج بشكل كويس وبتشتغل بشكل كويس هتاخد منه فلوس كويسة جدا جدا والكلام ده مكتوب جوه الموقع وهنقراره مع بعض ان شاء الله. قبل ما ندخل في الشرح يا شباب بحب افكرك بالمسابقة بتاعتنا. والفيديو ده هو الفيديو رقم خمسة. المسابقة باختصار ان احنا في الشهر بننزل تمام فيديوهات. وقلنا ان كل فيديو هيكون فيه فائز واحد بس. يبقى احنا معنا في الشهر. تمن فائزين باربعين دولار كل فائز هياخد خمسة دولار. الجوائز هتتوزع ازاي يا بوملك? هتختار بمزاجك? لا مش هختار بمزاجي. الجوائز هتكون في بس مباشر كل واحد هيستلم الجايزة بتاعته قدام الناس كلها. والشروط المسابقة. اتأكد ثم اتأكد ثم اتأكد ثم اتأكد ان انت عاملها كلها. لان لو فيه شرط واحد حضرتك مش عامله ما تجيش تسألني انا ما كسبتش ليه. لان الشروط انا بعرف مين عملها ومين ما عملهاش. يعني اي تعليق على الفيديو بعرف هو عمل الشروط دي ولا ما عملهاش. زي الفيديو اللي فات اللي حضرتكو او اللي قبل اللي فات اللي انتو ما تفرجتوش عليه بشكل كامل. كل يعني ممكن نقول تمانين في المية او سبعين في المية من اللي عملوا تعليقات ما تفرجوش على الفيديو بشكل كامل ولا حتى عملوا باقي للفيديو. فعلشان كده لازم تتأكد انك عامل الشروط بشكل كامل علشان تضمن يكون ليك فرصة في الفوز في المسابقة. والشروط يا شباب مفيش اسهل منها. كلها ما بتاخدش منك خمس ثواني. بتعمل لايك للفيديو وبتشترك في القناة وتفعل زور الجراز على الكل. وتتفرج على الفيديو من الاول للاخر. اولا عشان تستفيد وسانيا عشان المسابقة. انك لازم تتفرج على الفيديو عشان تفهم ازاي تبدأ تشتغل على الموقع اللي احنا بنشرحها في الحلقة. طبعا لازم تكون كاتب تعليق على الفيديو لان احنا هنختار من التعليقات اللي عاملة كل الشروط. وتكون متفرج على الفيديوهات اللي احنا بنزلها في خلال الشهر. اللي هما التمم فيديوهات وعمل لايك على كل الفيديوهات. وطبعا انك تكون عامل للفيديو قدر الامكان على وسائل التواصل الاجتماعي لان الشير ده بيزود فرصتك في الفوز. وهتلاقي بقى تحت اخر حاجة خلاص. هتلاقي تحت في وصف الفيديو. لنك صفحة الفيسبوك. لنك قناة التليجرام. ولنك قناة اليوتيوب التانية. تلات منصات للسوشيل ميديا بتاعتنا لازم تكون حضرتك متابعنا عليهم. واخيرهم صفحة الفيسبوك. قناة تليجرام وقناة اليوتيوب التانية لازم تكون مشترك فيها ونفعل الجراز على الكل. تعمل متابعة له الصفحة وتعمل تقييم للصفحة. وتكون مع نا في قناة التليجرام عشان بنزل عليها تحديثات وبنتكلم فيها مع بعض بحرية. قبل ما ندخل في الشرح احب افكرك لو انت اول مرة وتتفرج على قناة ابو ملك فما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجراز على الكل. احنا هنا على القناة بنزل اتنين فيديو في الشرح. فيديو يوم السبت وفيديو يوم الاربع بمشية الله سبحانه وتعالى. طبعا هتلاقي عندك فيه القناة لو نزلت تحت كده ادي القناة الاحتياطية اللي انا بقول لك عليها. لو نزلت تحت كده هتلاقي مواقع ربح مجانية. واللي بقدم فيها كل شرحات مجانية للربح من الانترنت والاستراتيجيات اللي انا بشتغل عليها بشكل شخصي. تحت منها مباشرة هتلاقي البنوك الالكترونية واللي فيها طرق السحب اللي انت ممكن تحتاجها لسحب ارباحك من المواقع اللي احنا بنشرحها. ااكد عليك حاجة مهمة جدا ومعلومة مهمة جدا ان حضرتك تتفرج على الفيديو ده. اللي بعلمك فيه ازاي تنشئ مشروعك الخاص على الانترنت. مشروع خاص بك انت تحدد بنفسك تكسب كام وامتى. فمهم جدا انك تتفرج على الحلقة دي. هتلاقيها في الصفحة الرئيسية للقناة. ممتاز جدا. بطبيعة الحلقة يا شباب هتلاقوا كل الروابط اللي احنا هنتكلم عليها في وصف الفيديو. تركز بقى معي وراء وقلم واكتم معي كل خطوة عشان تفهم احنا داخلين على ايه لانك محتاج انك تركز. نترجم كده مع بعض يا شباب الصفحة عشان تعرفوا قيمة الموقع اللي احنا بنشتغل عليه. نترجم كده يا شباب مع بعض الصفحة عشان تعرفوا قيمة الموقع اللي احنا بنشتغل عليه. الموقع بيقول لك ضع بصمتك على عالم الزكاة الاصطناعي. المساهمة في مجموعة واسعة من التطبيقات البحسية للزكاة الاصطناعي المسيرة للاهتمام. مع الاستمتاع بمزايا بيئة العمل المارينة والتعويضات التنافسية. اللي هي الرواتب التنافسية. ايه بقى الوصائف اللي موجودة على الموقع? عندنا يا شباب تلات انواع. وظائف اللغة. تعرف على وظائفنا اللغوية في جمع البيانات والنسخ والترجمة وتحليلات المحتوى. طبعا هنتكلم عن دي وهنتكلم عن كل الوظائف المتاح. جميع مستويات الخبرة. بدون خبرة لحد اعلى مستوى. وظائف لمجموعة متنوعة من المهارات. ايجادة سنائية اللغة او متعددة اللغات. يعني تعرف مسلا عربي انجليزي او تعرف عربي واكتر من اللغة. طيب النوع التاني. الزكاة الاصطناعي خبراء التدريب النموذجي. يعني انت هنا هتضرب الزكاة الاصطناعية. استفد من معرفتك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرديات والقانون والصحة والبرمجة والمزيد لتحسين دقة الزكاة الاصطناعية. يعني انت ايا كانت المهارة اللي عندك او ايا كانت المعلومات اللي عندك هتلاقي في مهارات او هتلاقي في مهمات وظائف متاحة لك داخل انطاق العمل ده اللي هو تدريب الزكاة الاصطناعية. في بقى عندك انضم الى ابن كونيكت. استكشف مشاريع الترجمة والنسخ وجمع البيانات وتقييم البحث ووسائل التواصل الاجتماعي واللغويات. مهونة العمل عن بعد. مشاريع متنوعة للاختيار من بينها. يعني هتلاقي مشاريع كتير تختم ما بينها. مشاريع قصيرة وطويلة الاجل. تخلصها في ساعة وتخلصها في ايام. هنا برضو في تدريب الزكاة الاصطناعية انضم الانطاق كخبير. يعني تكون عندك خبرة بتدريب الزكاة الاصطناعية. دعوات المشاريع الحصرية. يعني زي ما قلت لك كده في الاول انك كل ما تنتج اكتر هتلاقي الموقع بعيدت لك مهمات وحاجات مخصصة دي كنت لانه شايفك بتهتم بالعمل على الموقع. اصنع تأسير بخبرتك. يعني بخبرتك انت اللي هتطور بها الزكاة الاصطناعية. اسجل بقى ازاي? ارجع للصفحة الرئيسية او اترجم للغة الرئيسية وبعد كده هتدوس عليها او انضم الى جمهورنا. ممتاز جدا يا شباب. هنزل تحت كده وهختار اي واحدة من دول. وانا انصحك انك تبدأ بدي. ابدأ بدي الاول. وعشان تفتكر فيها ايه? استكشف مشاريع الترجمة والنسخ وجامع البيانات وتقييم البحث وسائل التواصل. احنا بس بنبدأ بدي علشان نعمل بيانات الملف الشخص بتاعنا. لكن لما تيجي تقدم على دي هتلاقي البيانات بتاعتك موجودة وتبقى خطوات بسيطة وهتلاقي المشاريع بتاعتك جوة الحساب بتاعك. وبعد كده في الاخر هنقدم على وظائف اللغة. طبعا انت تخلي كل الوظائف قدامك علشان اللي يزهر قدامك ومناسب ليك ابدأ على طول اشتغل عليه. طيب هندوس الاول كده على قبل. ممتاز جدا. فتح معك الصفحة دي ولكن انت مش هتمل اي حاجة هنا. كبر بس كده هتدوس انت على تسجيل. طبعا ده لو انت عندك حساب لكن انت هتدوس هنا على تسجيل. هتبدأ تكتب الايميل بتاعك هنا. بعد كده هتبدأ تكتب اسمك الاول واسمك التاني ويكون اسمك الحقيقي. وبعد كده بتختار البلد اللي انت منها. ولو بصينا كده هتلاقي متاح كل الدول العربية. اولا عندي الجزائر اهي. وادي كمان عندي مصر. وادي يا شباب العراق وايران. وعندي لبنان. وعندي ليبيا. وهنا كمان اكيد هتلاقي المغرب. وادي السودان. وادي سوريا. وعندك كمان دولة اليمن. يبقى احنا كده عندنا الدولة العربية اللي بتقابل مشكلة في العمل. يبقى موقع متاح للجميع. فانا دلوقتي هبدأ ادخل البيانات بتاعتي. ممتاز جدا يا شباب. انا كده كذبت البيانات بتاعتي الايميل الباسورد وبالنسبة الباسورد اتأكد ان هو باسورد قوي جدا. حروف كبيرة حروف صغيرة رموز وارقام. اسمك الاول واسمك التاني زي البطاقة بالزبط. ويكون اسمك الحقيقي. هنا الدولة بتاعتك وتوافق على السياسات. وبعد كده بتدوس على كريت اكاونت. ممتاز جدا بيقول لك ان احنا بعتنا لكود على الايميل عشان اكد ان الايميل ده شغال. فانت اتأكد ان الايميل بتاعك شغال لانك هتحتاجه كتير جدا. قادي يا شباب ارجع للموقع وحط الكود هنا. طبعا انا بعمل حساب بايميل وهمي عشان اشرح لك الخطوات. لكن انا حسابي الاساسي عامله بايميل الحقيقي عاية تمام? لكن انا هنا بشرح لك الخطوات. طيب ااكد كده الايميل. ممتاز جدا انت كده خلاص عملت بتاعك. روح بقى لصفحة تسجيل الدخول. ممتاز جدا. بعد ما بتسجل الدخول الايميل والباسورد اللي انت اخترتهم هتبدأ تختار لغتك الاساسية. وفي هنا بقى حاجة ممتازة جدا وعجبتني جدا جدا جدا. وركز برضو معي في النقطة دي. بصوا كده لما ادوس على واعايز اختار اللغة العربية هي اللغة الاساسية. هبدأ انزل تحت كده شباب. بص عندي العربي. عندي العربي الخاص بالجزائر الجيرين. عندي العربي الخاص بكزا دول. مسلا العربي الخاص بمصر. او العربي الخاص بالعراق. او العربي الخاص بالمغرب. او العربي الخاص باليمن. او العربي الخاص باللبنان. فانت تختار اللغة العربية الخاصة كمان بدولتك. عشان تعرفوا قد ايه الموقع مهتم بكل الدول. يعني انا مش بقول حاجة من عندي انا بقول لكم اللي انتو شايفينه بالزبط. فانا هختار العربي الخاص بمصر. وهنا اختار البلد بتاعتك. طيب حلوة. بعد كده هدوس على طبعا هندوس كده على عشان يبدأ يدينا جولة كده داخل المشاريع. كده خلاص انت دخلت على الحساب بتاعك ولكن ناقص ان انت تبدأ تحسن او تبدأ تدخل بيانات البروفايل ودي هنعملها دلوقتي. هندوس كده على طبعا بيعرفك من هنا بتجيب كل المشاريع. نص على نيكست. نصغر بس شوية. ممتاز جدا يا شباب. احنا هنا داخل المشاريع. بس زي ما انتو شايفين نسبة اكتمال الحساب بتاعك خمسين في المية. ومعندك شغير مهمتين. منهم مهمة تلاتة دولار في الساعة واحدة. ومهمة زغيرة تسك واحد بواحد سنت. زي ما قلت لك كده في الاول. من واحد سنت لحد عشرين دولار. ازاي ازاود المهمات دي? تزود المهمات دي بانك تكمل بتاعك او وانا ناسف طبعا على الانجليزي السيء بتاعي. هتكمل بتاعك عشان تفتح المشاريع الطويلة والمشاريع الكتيرة. فمن الوقت التاني بتلاقي مشاريع عندك فيه الحساب. فاحنا كده هندوس على حلو يا شباب. هنا بيقول لك اكتب العنوان بتاعك. وهنا المدينة. هنا البلد بتاعتك او المنطقة اللي انت ساكن فيها. هنا اللي هو الرقم البريدي لاقرب مكتب بريد من العنوان بتاعك. وهنا تاريخي الاقامة. بقى لك ساكن في المكان اللي انت دخلت البيانات بتاعته دي. فانا هبدأ ادخل البيانات عشان نروح على المنطقة التانية. تمام يا شباب? بعد ما بتدخل البيانات بتاعتك هتدوس على حلو قوي. طلب منك هنا التعليم. الخبرة بتاعتك او الشهادة التعليمية بتاعتك. هتبدأ تختارها مئة من هنا. بالمناسبة لما يعرفش فانا هحصل على في المحاسبة المالية من جامعة عين شمس. بعد طبعا بكالوس التجارة من جامعة القاهرة. طيب هندوس كده على خلصنا خطبة التعليم. هنا بقى بيقول لك حط رقم التليفون بتاعك. بعد ما بتحط رقم التليفون هتدوس على ابدأ بقى راجع بيانات الحساب بتاعك. طبعا انا هخفل بيانات قدامك دلوقتي. دي بيانات الحساب بتاع حضرتك. تأكد انها كلها صحيحة. عشان بعد كده هتدوس على وارسال الملف بتاعك. عشان بناء عليه ده الملف اللي هيبدأ يظهر لك المهمات. فالمهمات مش ثابتة. مختلفة من واحد للتاني حسب بياناته ومن بلد للتاني. هندوس كده على هلوة قوي قوي. كده خلاص احنا سجلنا بتاعنا هندوس على نبدأ بقى نتكلم عن المعلومة دي او نروح للصفحة دي. الصفحة دي بيقول لي فيها ايه? انت عندك انترنت في التليفون بتاعك هقول له اه انا عندي انترنت. فهيقول لي امسح ده بالموبايل بتاعك. فانت هتفتح الموبايل بتاعك كاميرا الموبايل او برنامج مسح او لو هي موجودة عندك مباشرة في التليفون. فانا هنا موجودة عندي مباشرة هبدأ كده همسحها وطبعا بعتذر انا خافي اللي قدامك بالشكل ده. انا كده مسحت وهكتب ازهاب او عشان يبدأ يأكد الدخول. زي ما شايفين كده اتغيرت في التليفون او في الموقع. شكرا على تأكيد الموبايل بتاعك هندوس على. يقول له حضرتك انت مهتم ان احنا نتصل بيك. ممكن تقول لي نعم او تقول لا برحتك. ماشا انا خليها نعم. هل انت على استعداد للمشاركة في المشاريع التي قد تحتوي على كمية كبيرة من المواد الموجهة للبلغين? هل انت على استعداد للعمل على المهام ذات المحتوى المزعج والمسيق? انت عندك استعداد لكده? ولا لا? انت اللي هتحدد مش انا. انا مسلا هقول نعم. ما هو الاختيار الذي يصف بشكل افضل مستوى معرفتك باجهزة الكمبيوتر والانترنت? فاحنا هنختار خبير. تمام? انت عندك خبرة في الكمبيوتر والانترنت. بعد كده طبعا نرجع للغة الاصلية الاول قبل ما ندوس على ارسال وندوس على طبعا نعلم علينا وندوس على ممتاز جدا يا شباب. دي طبعا السياسات بتاعة الموقع. هتنزل لتحت كده وهتعلم على موافقة وبعد كده بتدوس على دي برضو سياسات تانية هتدوس على موافقة وهتدوس على طبعا هنا برضو مش متاح ليه الا وظيفتين. وده لسببين? السبب الاول ان انا دخلت بيانات وهمية. ما كتبتش بيانات حقيقية. عشان اعرفك زي تعمل الحساب وزي تدخل البيانات. السبب التاني اللي انا اختار لغة واحدة بس. يعني ايه لغة واحدة بس? لكن لو انا دخلت كده على جمهة يعني اللغات بتاعتي. هتلاقي هنا كاتب لي ان انت تكاتب لغة واحدة بس اللي هي العربي آآ مصري. لكن انت مفروض هتدوس على اضافة لغة تانية. عشان كده المهمية انت طبعا تضيف اكتر من لغة. انت مسلا لو في المغرب هتلاقي مسلا حضرك بتكلم اسباني او بتكلم فرنساوي او انت مسلا في الجزائر وهكذا. تبدأ تضيف لغة تانية. وهي الانجليزي. طب يا ابو ملك انا مش بعها فاتكلم انجليزي. فيه عند حضرتك تستعين بشاتج لالترجمة او تستعين بجوجل بارد. طبعا جوجل بارد مجاني. تمام? انا هبدأ اختار لغة تانية وهي اللغة الانجليزية. الانجليزية بالشكل ده. وهنا هختار الدولة. الولايات المتحدة. بالشكل ده. مستوى كلامك ايه? هتختار فصيح. ما هي طلقتك الكتابية? هتختار فصيح. يبقى انت بتتكلم لغة كويس. تكتب لغة كويس. تمام? هبدأ علي كده هتدوس على وانت كده كمان ضفت اللغة الانجليزية. انصحك كمان ان كنت تضيف اللغة التانية مسلا الفرنسية. قادي اللغة الفرنسية. دولة فرنسا. بص بقى لما رجعت للغات او بعد ما ضفت الاربع لغات الانجليزي والاسباني والفرنسي. رجعت كده لقيت عندي اضافت مهمتين كمان زي اللي كانوا موجودين عندي في الحساب. لو تقييم البحث وسوشيال ميديا. عندي دلوقتي اربع مهمات. المهمة دي تلاتة دولار في التسك. ودي تلاتة دولار في الساعة. يعني بتاخد تلاتة دولار في الساعة والمهمة دي بتلاتة دولار بس. نترجم كده مع بعض ونشوف الاربع مهمات وازاي نقدم على مهمة منهم. اول مهمة عندي جمع البيانات. فالمهمة دي بيقول لك انها بتلاتة دولار. ودي بواحد سنت اللي انها بسيطة جدا لكل مهمة. خلق بقى ده بيبقى فيه اكتر من مهمة لكن هي واحد سنت لكل مهمة. هنشوف دي وهنشوف دي. وزي نقدم عليه. تلاتة دولار في الساعة وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا حضرتك دلوقتي هتقول لي ابو ملك انا شايف ان المهمات اه رخيصة وليلة. لكن انا هعرض لك دلوقتي الصورة قدامك تشوف فيها سعر المهمات بيوصل لكام? كل ما انت بتشتغل على الموقع وخبرتك بتزيد. بيوصل لتسعتاشر وعشرين دولار. في الساعة ممكن يوصل للمهمة الواحدة كمان. ازاي نقدم على تجميع البيانات اللي هي هندوس كده على بص بقى شباب شايفين الكلام الكتير قوي ده? مطلوب من حضرتك ان انت تقرأه. نموذج الموافقة المستنيرة على المشاركة في دراسة بحسية عنوان الدراسة مجموعة مقاطع فيديو الدراسة. هتبدأ تقرأ الكلام ده كله علشان تفهم نوعية الوظيفة والمهمة اللي مطلوبة من حضرتك وهي باللغة العربية. يعني انا مش بترجم الصفحة بعد ما تخلص. توافق? ندوس على كونتينيو. عشان تخش على المهمة. جايب لك ده برضو عبارة عن شوية معلومات وبيانات وسياسات هتوافق عليها وتدوس على كونتينيو. يبدأ ياخد منك شوية بيانات في منفك الشخصي. الجندر بتاعك تاريخ الميلاد. نترجم كده مع بعض نشوف بقى المعلومات اللي مطلوبة ايه? في اي عمر تقريبا تعلمت اللغة الانجليزية? هل لديك حيوانة قليف في المنزل? ما هي اللغة التي تتحدثها في المنزل بشكل الاساسي? عشت كام سنة في البلد اللي انت قاعد فيها دلوقتي? عدد افراد الاسرة في اي مدينة? في اي ولاية? في اي بلد انت اتولات? هو الجنس اللازل تعرفه بنفسك? يعني انت ذاكرة ولا انسة? اللي اي عارق تنتمي? سنك? بلدك? آآ عندك آآ تليفون ايفون ولا لأ? الشركة تعمل حاليا باسم سي اي اي. باي بلد قضايت معظم الوقت? اي مما يليصف عارقك او مش عارف ايه. فدي بيانات انت لازم تدخلها وتتأكد منها انها بيانات صحيحة. هذه العملية قيد التقدم حاليا. ولكن لا يوجد شيء يمكنك القيام به في الوقت الحالي. اذا كنت ترغب في عرض احدث حالة لهذه العملية فبرجاء النقر فوق كلمة عرض الحالة. يبقى زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا قدمنا على الوظيفة الاولى وشفتوا طريقة التقديم وقال لي ان احنا حاليا بنراجع الملف بتاعك. علشان نشوف التأهيل بتاعك. علشان كده اكدت عليكم اكتر من مرة ان احنا واحنا بنملى البيانات نملى بيانات حقيقة. لو رجعنا كده وضغطنا على الاول بروجيكت اهي زي ما انت شايفين انت قدمت للوظيفة دي خلاص الوظيفة دي انت قدمت لها المفروب بقى هما بيتواصلوا معاك. لو دوسنا كده على كل المشاريع هتلاقي عندك الوظيفة التانية اللي هي السوشيال ميديا وهتلاقي عندك تقييم عمليات البحس ودي كمان هتلاقيها تقييم عمليات البحس لو انت عايز تقدم عليها برضو بتقدم عليها وطبعا برضو انصحك ان انت تقدم على باقي الوظائف انا عايز ارجع معاك للصفحة الرئيسية دوس كده على ولو نزلت تحت كده على الخانة التانية دي بقى الخانة اللي احنا بتاع الزكاة الاصطناعية هتفتح لك بقى بعض المهمات لو ترجمنا كده يا شباب ونركز مع بعض في اللي احنا بنقوله مدربه الزكاة الاصطناعي خبراء المجال الكتابة الابداعية اخصائي لغات في الزكاة الاستماعية شات بوت獎 جمع بيانات جمع بيانات الفيديو تقييم البحث مقيم البحث عن المنتجات الاسبانية طب ليه المنتجات الاسبانية لان احنا دخلنا لمن ضمن اللغات بتاعتنا اللغة الاسبانية طيب هختار كده اول وظيفة الخاصة بي الشات بوت لي الوظيفة دي قدم لي الوظيفة دي ان انت تلق بزنok الاصطناعي اللي هو الشات بوت دوس كده على ابلاي. زي ما انتم شايفين يا شباب دي بقى عبارة عن بيانات انت بتكتبها من خلالها بتقدم بتاعك. موضوع سهل جدا جدا جدا. تمام? هنطلع لفوق كده يا شباب اهو. هتدخل هنا لو انت عندك سي في هتدخل السي في بتاعك هنا خبرتك وسنك ومش عارف ايه السي في اللي احنا بنقدمه لأي شركة اسمك الاول اسمك التاني رقم التليفون او لو انت شغال في شركة حالية لو انت عندك سوشيال ميديا على هنا الدولة بتختار من هنا الدولة بتاعتك ودي برضو بعض البيانات كنا نترجم مع بعض يا شباب انت بتقوم فين? انت في اي ولاية في الولايات المتحدة الامريكية لو انت موجود في امريكا لغتك الاساسية اعلى مستوى تعليمي معدل الراتب المطلوب انت شايف انت ممكن تاخد راتب بقد ايه مسلا? عشرين دولار في الساعة اربعين دولار خمسين دولار ستين دولار انت اللي بتتوقع او بتحدد الراتب بتاعك. بعد ما بتدخل البيانات بتاعتك وتكتب هنا معلومات اضافية عن العمل بتاعك وعن نفسك يعني وتختار من هنا الجنس وهنا العرق بتاعك يعني انت افريكي ولا اوروبي ولا امريكي ولا ولا ولا. تمام? دي طبعا بعض المعلومات او بعض البيانات حالة الاعقة وانت قدر له عندك اعقة تعلم عليها من نوت تقديم الطلب بتقدم الوظيفة وبتنتظر برضو ان هم يتواصلوا معاك. ولو في وظائف متاحة مباشرة بتقدر تشتغل على الوظيفة من غير ما تحتاج الى الانتظار. هنا مسلا تقيم عمليات البحث عايز تقدم على تقيم عمليات البحث للوظيفة دي زي ما انتم شايفين كده. تبدأ تدخل برضو البيانات بتاعتك بشكل كامل وبتدوس على وبيتواصلوا مع حضرتك على اه الايميل اللي انت كتبته بناء على الخبرة بتاعتك او بناء على الملف بتاعك اسف انت ممكن ما تحتاجش لاي خبرة بناء على الملف بتاعك اللي انت بتقدمه. نقطة مهمة بقى يا شباب تخليوا لكم انها. بعد ما بنقدم بتاعنا بتنتظر كام يوم يعني انتظرت حوالي يومين او تلاتة بالكتير وجات لي الرسالة دي. يسعدنا بان طلبك للحصول على ملف تعريفي قد تمت الموافقة عليه من قبل ابن. انت على بعض خطوات قليلة من فتح جميع المشاريع المتاح. يرجى تسجيل الدخول لموقعنا عبر رابط ادنى لمراجعة وتوقيع بعض المستندات المطلوبة للعمل على مشاريع طويلة الاجل. تطفي هذه المستندات الطبيع الرسمي على علاقة العمل الخاصة بك مع ابن وتسمح لك بقى ان تصبح مساهم في ابن ده الموقع يعني. فانت لازم تستنى ان الرسالة دي تجي لك. طيب ليه لازم استنى ان الرسالة تتجي لها? عشان لما بتفتح البروفايل بتاعك ده الحساب بتاعي. بصوا هتلاقي حاجة هنا اسمه ايه? ابن شاينا بلاد فورم. ابن شاينا بلاد فورم. بعد كده هتدوس على طبعا مش هتظهر لك الا بعد ما بتجي لك الرسالة الموافقة. وبتدوس على دي بتفتح لك منصة تانية خاصة بابن وفيها مهمات تانية. طبعا انت هتحتاج انك تعمل حساب. لكن انا عملت حساب في الفعل وهدوس هنا على. امتاز جدا يا شباب. فتح معي الصفحة دي. هدوس كده على او كراوت بروجيكت keine اسف. كراوت بروجيكت هيبدأ يعرض لهم يا شباب زي ما انتم شايفين بعض المهمات التانية وبعض المشروع التانية. اللي مسلا سعاري هنا تلاتين سنت هنا اربعين دولار. هنا خمسين دولار. هنا خمسة دولار. هنا خمسة دولار وتلاتين سنت. هنا سبعة دولار ستين دولار للساعة ستين دولار للساعة زي ما انتو شايفين كده كل دي مهمات انت ممكن تقدم عليها وتشتغل فيها تشوف المناسب ليك بناء على الملف بتاعك وتبدأ تقدم اربعة وعشرين دولار في الساعة اتنين وعشرين دولار في الساعة سبعتاشر ونص دولار في الساعة عن طريق مسجل الصوت اللي هو الترجمة اهو ترجمة عن طريق بسبعتاشر ونص دولار في الساعة من خلال الترجمة دي مهمة كويسة جدا جدا ممكن تقدم عليها قمر سهل جدا جدا بتخش مسلا على المهمة كده يا شباب وتبدأ تشوف ايه اللي مطلوب في المهمة يعني دي لغتك الاساسية وانت مش بحتاج انك تتكلم اصلا انت كده كده معاك اه برامج الترجمة زي جوجل بارد زي سي سيب لك الحاجات دي في المقالة اللي في الوصف وتبدأ تقدم عليها. عندك مهارات كتيرة في اللغة الانجليزية بالشكل ده يا شباب. تضغط على وتبدأ تقدم او بتكتب البيانات بتاعتك. نفتح كده مع بعض. تدوس على وتبدأ تجاوب على الاسئلة. زي ما تشايفين كده. ابدأ بقى ايه المهمة بتاعتك وجاوب على الاسئلة للمهمة دي. وتكسب من المهمة دي سبعتاشر ونص دولار في الساعة الوحدة. يقول لك انت هتجاوب على الاسئلة في تاب تانية. يعني انت ممكن من الموبايل تعمل عرض بسطح المكتب بحيس يبقى العرض اكنه من خلال الكمبيوتر. طبعا ده مش هيظهر لك الا لما بتجي لك رسالة الموافق. انا شباب اكون قدمت لحضراتكم كل شيء في حلقة النهاردة. يمكن الحلقة طويلة شوية ولكن حبيت اقول لكم كل حاجة بالتفصيل. ما تنسوش المسابقة اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. الموقع ده ممتاز جدا جدا جدا. والمهمات اللي فيه كويسة جدا جدا جدا. محتاج بس من حضرتك انك تركز. لو عندك اي سؤال سيبوا فيه التعليقات. شوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة